هذا ويوصل الفلسطينيون في غزة الكفاحة من أجل الحصول على الغذاء والمياه النظيفة لأفراد عائلاتهم بعد دخول العدوان شهره الحد عشر وبالتزامن مع فرض إسرائيل قيودا شديدة على دخول المساعدات إلى القطاع ويضطر الأطفال في خان يونس إلى الوقوف في صفوف طويلة للحصول على الطعام من مطابخ الجمعيات الخيرية وملء الأواني بالمياه لزويهم وهي إمدادات تقل كثيرا عن احتياجاتهم اليومية الحياة هذه لا تطاق صعبة كثير أمراض أجفنا أطفال الرمل أكلهم درجة الحرارة خبز عن نيلون مية مفاش تكية عندنا مفاش أطفال عينين طول النهارهم من الرمل معنا مغص ما بروحش نهائي نهائي ابن صغير يروح على تكية يجري بيجري مسافة اثنين كيلو على تكية عشان يجيب صحن وأحياناً بيرجع بدمعته أحياناً بيرجع بدمعته ما فيش ما جابش تكية ما لاحقش الدور فصراحة يعني قصع بشي قاهر الرجال حياتنا نعدمت من كل حاجة المقاومات الحياة اللي إحنا بدنا إياها نعدمنا منها أطفالنا هيك شايف أطفالنا أواعي فيش أواعي فيش فراشي ناموا عليه فيش أكل زي الناس يكلوه محرومين من كل حاجة